في البيت الذي تريد أن تسكنه فتش جيدا في وجوه جيرانك فإذا لمحت وجه هذه السيدة عليك أن ترحل فورا وإلا ستموت بدأت حكاية قصتنا في سبعينيات القرن الماضي عندما تعرضت كارمن زوليما لسقوط مروع وتوفيت على درج المبنى حيث كانت تعيش وقام الأطباء بتشخيص إصابتها بنوبة قلبية دون التشكيك في أي شبهة جنائية في الوفاة بدأت الوفيات تزداد في البناية نفسها حيث توفيت نيلدا بنفس الطريقة وتبعتها جارتها ليليا فورميسانو لكن ابنة القتيلة الأولى شككت في نتائج الفحوصات الطبية وخاصة أن سندا بقيمة مالية كبيرة كان قد اختفى من شقتها فطالبت بتشريح جثة والدتها إذنها تأكدت أن والدتها ماتت مقتولة بهدف السرقة وليست بسبب نوبة قلبية كما أدعت الشرطة عند تشريح الجثة ظهرت المفاجأة اكتشف الطب الشرعي نوع من السم في الجثة وخاصة أن حارس العقار ذكر في شهادته أن سيدة تسكن بجوار السيدة المتوفى تدعى مورانو دخلت المنزل لزيارتها بينما كانت كارمن تحتضر داخل المبنى كانت مورانو تحمل عبوة غامضة وطلبت من حارس العقار نسخة من مفاتيح الشقة وفسرت ذلك الطلب قائلة أنا بحاجة إلى دفتر ملاحظاتها للاتصال بأسرتها تم تشريح الجثث الباقية وتبين أنها جميعها احتوت على سم السيانيد فتم القبض على السيدة المشتبه بها السيدة بيرناردين مورانو بيرناردين مورانو لم تحظى بالتعليم الكافي وكانت تعاني كثيرا بسبب حاجتها للمال فكانت تستدين المال من جيرانها ولأنها كانت عاجزة عن السداد لجأت إلى طريقة أخرى وهي القتل عندما قتلت مورانو جميع جاراتها لم تجد من تقترض منه المال ففكرت في قريبة لها تدعى كارمن زوليما ووضعت لها السم في الطعام لكن حظها العاثر كان لها بالمرصاد هذه المرة عندما التقى بها حارس العقار وبيدها عبوة السم حكم على مورانو بالسجن المؤبد قضت ستة عشرة سنة ليفرج عنها فيما بعد وتستأنف حياتها كسيدة عادية هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر